على خلفية فشل إيران وتركيا وروسيا في التوصل إلى اتفاق في الجولة السابعة من محادثات أسيتانا تشهد الجبهات بين النظام السوري وهيئة تحرير الشام التي تقودها جبهة النصرة تصعيدا عسكريا ممنهجا في رفيحما وحلب رفقه قصف جوي مكثف من قبل طائرات نظام على مواقع النصرة في تلك المنطقة وتتركز الاشتباكات في مناطق المحطة الحرارية وحلفاية وصوران وحاجز وقرية لزليقات فالمعركة الدائرة بين النظام والجبهة المدعومة تركيا اتسمت بعمليات الكر والفر والسيطرة المتبادلة والهجمات المعاكسة بين الطرفين ترافقت مع تنفيذ طائرات نظام لأكثر من سبعمائة ضربة جوية استهدفت القرى والمناطق التي تسيطر عليها الفصائل وتحرير الشام كما استطاع النظام انتزاع سيطرة قرية الخزاعل من النصرة في ريف حلب الجنوبي وتسعى قوات النظام للوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري إذ تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من انتزاع السيطرة على ثمان قرى على تلك الجبهة القريبة من بلدة خناصر بريف حلب الجنوبي وفي السياق ذاته نشرت وسائل الإعلام صورا تظهر عناصر إحدى المجموعات التابعة للنصرة والمعروفة باسم جيش النصر وبيدها مضادات الدروعة تاو 71 الأمريكية الصنع ربما حصلت عليها من إحدى الدول القائمة على مائدة أستانة التصعيد العسكري الزئبقي على هذه الجبهات مؤشر على حجم التوتر الذي تشهده العلاقات بين الدول الرعية لمحادثات أستانة تصعيد جاء على خلفية تحايل تركيا على بنود الاتفاق الخاص بتواجدها العسكري في إدلب